من بين كل الملفات الشائكة يبقى ملف الجماعات المسلحة هو التحدي الأكبر الذي يواجهه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ولم تنفك تلك الجماعات ذات الولاءات الخارجية وهي تحاول الضغط باتجاه إخضاع الحكومة العراقية لأجنداتها ومؤخرا لم ترق للفصائل المسلحة زيارة الكاظمي إلى واشنطن وأخذت تمارس الإغتيالات المنظمة انطلاقا من مخاوفها في أن تفضي التفاهمات الأمريكية مع حكومة الكاظمي إلى تقويته قبيل الانتخابات المبكرة وبالتالي انهاء نفوذ الجماعات المسلحة على مقدرات الدولة خاصة تلك المتعلقة بالمناثذ الحدودية التي تعود عليها بالأموال الطائلة وأثناء تواجد الكاظمي في الولايات المتحدة عمدت الجماعات المسلحة إلى إشعال الأوضاع في محافظة البصرة في محاولة منها إلى إحراج رئيس الوزراء وبالتالي إجباره على الابتعاد عن واشنطن بينما يحاول الكاظمي إنشاء نموذج مختلف للعراق يؤكد السيادة وإصلاحات مكافحة الفساد وعلاقة تدريب عسكري مستدامة مع واشنطن وهذا ما ذهبت إليه صحيفة واشنطن بوست حيث أكدت أن الكاظمي اتخذ مسارا مستقلا بشجاعة وناء بنفسه قليلا عن إيران وانضم إلى حركة احتجاجية تريد القضاء على أمراء الحرب السياسيين الفاسدين ومن أهم ما تذهب إليه التصريحات الأمريكية بهذا الخصوص هو أن طهران صاحبة اليد الطولة فيما يجري بالعراق حيث أكدت الخارجية الأمريكية أن إيران تعمل بشكل متواصل على إشعال التوترات وتساهم في أعمال العنف وهدفها من ذلك في نهاية المطاف زعزعت استقرار العراق والهيمنة على جوانب الحياة كافة اشتركوا في القناة